وللحديث عن فاجعة غرق قوارب المهاجرين في المتوسط تزامنا مع إعلان لبنان غرق قارب لمهاجرين لبنانيين أيضا جمالي البلاد معنا من طرابلوس الكاتب والمحلل وسياسي اللبناني علي شندب أهلا بك معنا أستاذ علي أهلا وسهلا مرحبا حياكم الله أستاذ علي هل حقا تحول لبنان كما يقول سعد الحريري لدولة ساقطة أمام حادثة غرق المهاجرين في طرابلوس يعني هذا صحيح لكن هذا أيضا من نتاج سياسات أشرف عليها سعد الحريري شخصيا عندما كان رئيسا لحكومات كثيرة وآخرها الحكومة التي نتجت عن التسوية بين كوسين المشؤومة التي أبرمها مع حزب الله والتيار الوطني الحر وبالتالي باتت قضية القارب الموت التي حدثت بالأمس في طرابلوس وتحولت إلى أزمة إلى مأساة إنسانية عصيبة باتت محل مزايدة سياسية من كافة الأطراف والقوى السياسية الذين يتبارزون هذا المساء واليوم ومنهم حصل نصد الله زعيم حزب الله الذي ما فتئ الآن منذ قليل أن قدم التعازي لإضحايا قارب الموت هذا متناسيا أو متجاهلا بأن هذا القارب وغيره من القوارب وغيره من كثير من الذين لقوا حتفهم إنما هو من نتاج سياسات المنظومة التي أرعاها حزب الله في لبنان يعني مثل هذه الحوادث إلى أي مدى أو إلى أي حد تشكل ضغطا فعليا على السياسيين في لبنان أمام المجتمع الدولي وأمام داخل اللبناني بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من هذه الحوادث بدون شك هي تشكل ضغط لكن الطبقة السياسية اللبنانية هي طبقة متكلسة متكلحة هي طبقة سقطة عن وجهها كل عناصر الحياء والخجل الأخلاقي قبل السياسي وبالتالي ما فتئنا اليوم نسمع من رأس الهرم إلى أدنى تصريحات ومواقف وكأن الذي حصل أمرا عاديا الذي حصل هو كارثة بكل المعايير وهذا القارب لا يندرج تحت إطار الهجرة الشرعية بمعناها المنظم وبمعناها أن هناك ميليشيات ومافيات تديرها الإفادات الشهود الأحياء الناجين من قارب الموت بالأمس في طرابلس يتبين بأنهم عبارة عن عوائل نسلقت فيما بينها وقررت الهجرة المجتمعية والاجتماعية بالمطلق من لبنان حتى لو كلفهم الأمر حياتهم وأن الناجين منهم قالوا اليوم أمام عدسات التلفزة بأنهم سيعيدون الكرة لأن بحثا عن الأمل جراء سياسات محبطة لهم في لبنان الذي يرزح تحت ضغوط اقتصادية ومالية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه هناك سعر الدولار وصل إلى 30 ألف أول أمس وبالأمس كان 27 ألف يرة وهذه نحن في شهر رمضان الأسعار مرتفعة الحاجيات الأعياد عشية عيد الفطر وقبلها عيد الفصح لدى الطواف الشرقية التي تتبع التقويم الشرقي وقبلها الغربي وبالتالي هناك بأسات إنسانية ودائما ترابلس لأنها المدينة الأكثر جحوزا على ثغور المتوسط دائما ما يكون لها نصيب الأسد في هذه المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني عامة وليس فقط الترابلسيين على وجه الخصوص ما يعيشه اللبنانيون من أوضاع اقتصادية واجتماعية وأوضاع حتى سياسية بعيدا عن السياسيين ما هي الخطورة الفعلية مما يعيشونه على وجود الكيان اللبناني بحد ذاته وظيفة لبنان كما نعرفها ويتغنى بها العرب ويتغنى بها اللبنانيون وظيفة لبنان السبعينات والستينات والثمانينات وحتى من لبنان التسعينات أيضا هذه الوظيفة للبنان انتهت وبتنا اليوم بفعل تغير نصك توازن الكوة في لبنان بفعل الهيمنة المطبقة من قبل ايران على لبنان من خلال زراعها القوي حزب الله تغيرت وظيفة لبنان وبتنا أمام لبنان آخر لا يشبه لبنان السابق حتى في ملف المقاومة كان هناك شرائح لبنانية واسعة هي التي تقوم بدور المقاومة ضد العدو الإسرائيلي وليس المقاومة في الأزقة والمدن والزواريب العربية كما نعرف وكما اتجهت بندقية حزب الله مع الأسهر حتى هذا الأمر بات غريبا عن اللبنانيين اللبنانيون اليوم يعيشون سكرات الموت هم يفاضلون بين الموت غرقا أو الموت في جهنم التي وعدهم وبشرهم بها زعيم العهد الضوية رئيس الجمهورية مشل العون ترك اللبنانيين وغيرهم أيضا من شعوب المنطقة في هذا المصير إلى أي مدى يعني يؤكد أن الثورات التي قامت بها الشعوب هي فعلا محقة الثورات شوف سيدي الثورات هي ثورات محقة لكن الذي حصل بأن هذه الثورات فقدت قيمتها عندما تبين بأن من يديرها رؤساء أجهزة مخابرات دول إقليمية وغربية وأجنبية وبالتالي ركبت أجهزة المخابرات الأجنبية على هذه الثورات وحرفتها عن وجهتها الحقيقية وتحولت هذه الثورات إلى مطية إلى الاستعمار من جديد كما يحصل مثلا في ليبيا وكما يحصل أيضا في غير بلد منها العراق منها حتى سوريا الممزقة بين عدة مناطق نفوذ لدول إقليمية من إسرائيل إلى تركيا إلى إيران فضلا عن روسيا وبالتالي الكلام عن الثورات هو كلام يوتوبي إلى حد ما كما نتكلم عن مدينة فاضلة انطلاق الثورة بحد ذاتها كانت فكرة محقة الوضع يحتاج إلى ثورة هناك مليون سبب لأن تقوم الشعوب العربية بثورات لكن شرط الثورة وطنيتها واستقلاليتها وعدم تبعيتها للأجنب وعدم تحولها إلى رائع الجسر لأجل الاستعمار الجديد والاحتلال الجديد هذا شرط الثورة الحقيقي السيادة الوطنية شرط الثورة هو كما حصل مع ثورة تشريين العراقية ومع ثورة تشريين اللبنانية في بدايتهما لكن لاحقا تبين بأن مثلا في لبنان بأن مجموعات ثوروية باتت تتحرك عبر روموت كنترول من سفرات عربية وأجنبية سيد علي هل تتوقع الزياد عمليات الهجرة من لبنان وما مسؤولية المجتمع الدولي عن ذلك؟ أنا أعتقد بأن ملف الهجرة هو ملف بات مفتوحا وبقوة وعلى مصراعيه وأن الدعم الدولي الذي نسمعه هو العربي إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية خاصة هو كهدف استراتيجي هو بهدف منع طوفان القوارب المهاجرين من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وعراقيين وكل من ضاقت بهم الأرض العربية على مرحوبات هو من أجل منع هذه القوافل من عبور المتوسط باتجاه أوروبا بحثا عن الفردوس المفقود حتى في أوروبا وبالتالي نحن لا نريد أن نقول بأن قواتنا الرسمية أو أجهزتنا الأمنية باتت وكأنها تعمل لدى الاتحاد الأوروبي أو غيره ولكن الأداء العام يشي بأن هذه المساعدات باتت وكأنها مشروطة في جزء كبير منها في عملية منع تضفق اللاجئين عبر البحار خصوصا وأن هذا الغرب يعرف بفعل السياسات التي اعتمدها في لبنان والمنطقة عامة وبفعل الاحتلالات والغزوات يعلم بأنه قد ترك بلادا هشة لا يوجد فيها أي عنصر من عناصر التنمية خصوصا بعدما وكل أزنابه وأذياله على صرقة مقدرات هذه البلدان والتحكم بها شكرا جزيلا لك كنت ضيفنا من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شامباب شكرا جزيلا لك